بعد خلافات مالية ونفطية حادة بين بغدادة وأربيل تتعلق باستخراج وتصدير النفط والغاز من الإقليم دعت وزارة النفط الاتحادية إلى تأسيس شركة نفطية جديدة يكون مقرها في أربيل تخول بإدارة مجمل النشاط النفط وفق صلاحيات ومعايير وأصول يتم اعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية لم يصدر وفقا للدستور قانون اتحادي للنفط والغاز يشمل المركز والإقليم لحد الآن بسبب خلافات في البرنامان لذلك أن قانون النفط والغاز يستند إلى مواد في الدستور أتاحت للإقليم أن يصدر قانونه الخاص وفي ختام جولة من المباحثات الأولى طالبت وزارة النفط مسؤولين كردا بفتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإداع إرادات بيع وتصدير النفط الخام يستخدم لتدبير مدفوعات الإقليم في حال تأخر رسالها من وزارة المالية الاتحادية فاضلا عن مراجعة جميع العقود التي أبرمتها أربيل مع الدول والشركات النفطية هناك خلافات سياسية بما يتعلق بملف الطاقة بين أربيل وبغداد لذلك هذه الخلافات حلت في المراحل السابقة بحلول ترقيعية يجب أن نتب إلى حلول جذرية هذه الحلول لا تأتي دون أن يكون هناك غطاء سياسي أيضا وتوافق وتفاهم سياسي بين جمع القوى السياسية المختلفة لذلك ندعو مدس النواب العراقي أن تشرع أن تتب إلى تشريع قانون النفط والغاز بما يضمن حقوق جميع المواطنين سواء كانوا في كردوسان أو محافظة العراقية أخرى الغير منتظمة بإقليم وعطى قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم سلطة لوزارة النفط في إدارة ملفه بالكامل فيما كشفت حكومة الإقليم عن توزيع إراداتها المالية الخاصة بتصدير النفط حيث تذهب نسبة 43% لصالح الشركات الأجنبية وتسعة بالمئة تصرف إلى عمليات النقل عبر أنبوب النفط إلى ميناء جيهان التركي مناربي البشيرة الحسن قناة الفلوجة